يعني اسمك وتاريخك وفي نفس الوقت شغلك وانا انت عراه خلي بالك هو انا اللي عجبني كمان لان انا كنت باشوف ده زمان واحنا شغالين انا وانا شغال بدأت في الصحافة ايه بالزبط فكنت بتعامل مع كل النجوم الاسماء الكبيرة كانوا مدربين ما كانوش بيتكبروا على القسم التاني والتالت اه بالزبط خالص فتجربة حردك انت لان الفترة الاخيرة ما بقاش فيه نجوم كتيرة بتوافق ان هي تشتغل في او اصحاب تاريخ كبير كلاعب كلاعب يعني مثل كابتن حسن شحاتا فكنت بشوفه في الشرقية وبشوفه في اسمانت سويس في المقولين في الدرجة التانية ولا انا بقوله حردك كمان من قبلها يعني هو صعد الشرقية وهو اسمانت سويس ثم بعد كده المقولين فاهمني حردك وده حسن شحاتا اللي هو يعني واحد من الاساطير الكورة في مصر الى جانين بقى اسماء كتير جدا محمد حلمي وروضاني السيد وطريق إيحي فاكلهم نجوم فوجود حردك دي بشوفها ان هي بمفيد جدا كمان للقسم التاني ده حقيقي يعني ويمكن تأكيدا لكلامك يعني وانا الحقيقة مش مش يعني لان انا عارف كواس قوي انت تحس بكلامي ده لانك انت بتحب الصحافة انت مش صحفي عشان موظف انت بتحب الصحافة عشان كده بقولك انت بالذات يعني اللي معرفتنا وعلاقتنا عشان كبيرة فانا عارف انك انت هتحس بكلامي انا شايف ان التدريب هو اولا يعني مسئولية مش مسئولية تجاه الفريق مسئولية انك انت تنقل خبراتك وانك انت تطور من اللعيبة امانة يعني هم حقهم علي انا شايف كده ان اللعيبة دي حقها علي ان انا لازم اقنلهم كل الخبرات اللي اخدتها كلعب كل الخبرات اللي اخدتها كمدرب كل الخبرات اللي اخدتها كشخص كمان في الحياة لان عشان كده بحكي لك ان المدرب هو موهبة ثم صفات شخصية ثم خبرات متراكمة ثم لايسنس رخصة لان لعيب الكرة زي زي لعيب الكرة كده التخيل لو واحد ما بعرفش يلعب كرة وودوه احسن اندية في العالم وودوه كل جماعات العالم عشان يتعلم الكرة مستحيل فانا بشوف المدرب كده عشان كده في بعض الناس بتدي اهمية طبعا مهمة جدا انك انت تدرس انما الاول عندك موهبة ولاا وثم تدرس بعد كده فانا شاف ان التدريب الحقيقة وده اللي انا يمكن ده العلاقة اللي بتربطني دايما بكل اللعيبة اللي انا بشتغل معها ان انا بحسهم زي اخوات صغيرين زي اولادي في منهم فزي اولادي في سن اولادي وفي نفس الوقت كمان انا مش مستعجل يعني انا مش مستعجل على ان انا اروح بسرعة للمرحلة تانية اكيد بتمنى ان شاء الله انما اعتقد كل يوم بنزل فيه تدريب ودايما ان ما بروح تدريب بروح بشغف بروح بحب يعني انا مش رايح اداء وظيفة بستمتع جدا بستمتع جدا ان اللعب معين يتطور من شكل لشكل بستمتع ان اللعيبة تتطور بشكل سريع لان التطور بتاع اللعب لان اللعيبة مظلومين وانا قلت اللعيبة الكلام ده الحقيقة لان مش كتير من المدربين اللي انا شفتهم ان هما بيتطوروا من اللعبين مش بيتطوروا الاداء بس بيتطور الناحية لان اللعب الكورة هو عبارة عن اربع حاجات عبارة عن غير الموهبة بس بتكلم على تطور بدني تطور زهني تطور خططي تطور فني اللي هو المهارة بتاعته ففي كتير من المدربين بيتعاملوا مع اللعب ان هو جاهز ان هو متأسس اصلا وان هو عنده ذهنيا بيقدر ياخد قرار فالاربع حاجات ده اخد بالك انا تعلمت الكلام ده لما رحت وعملت معايشات في انجلترا الوحدة التدريبية اصلا لازم تبقى مبنية على الاربع حاجات ده هما يسموها الفور كورنرز معي ناحية الفنية الخططية البدنية النفسية اللي هي الزهنية فلازم تتبني اليونت او اليحدة التدريبية على الاربع حاجات دول فهو مش مجرد ان انا بشوف مثلا التدريب وروح اعمله او بشوف مثلا شكل التدريب وروح اعمله لأ هو لازم التدريب يكون اصلا اصلا يعني ان احنا نبنيه او انا ببنيه احنا بننيه كجهاز ان هو من الاربع نواحي دول هل انا ده هستفيد بيه في المباراة كناحية خططية طب هطور المهارة ازاي طب هطور كمان الاداء الزهني بالنسبة للعبين ازاي لان الفرق ما بين اللعب العربي والمصري واللعب الاوروبي هو القوة الزهنية مش القوة البدنية يعني الناس بتتكلم تقول ان اللعب قوي اه قوي ما فيه لعبة اقوية جدا في مصر بس القوة الزهنية في انك انت ازاي يكون عندك الرغبة يكون عندك الدوافع المستمرة ويكون الاداء بتاعك دايما النيرف بتاعه يكون قوي يعني انا شايف واحد من اللعبين مش هتكلم على لعبة كتير انا شايف ان زيزو مثلا عنده قوة زهنية جدا نموذج نموذج يعني حتى في الاداء بتاعه في النيرف في الانتنستي بتاعه هو بيشتغل هو نموذج بيشتغل على نفسه بيشتغل جوه الملعب بيشتغل برا الملعب فتلاقي اداء زيزو هو اداء تقول عليه اداء اوروبيا